طبعاً ما فيش الأسوار طبعاً اللي هي تغيرت عشان الأمور الأمنية بقى اللي هي أيوة في الاتحاد الدولي أه والتحاد الدولي بقى يحط شروط معينة عشان المطلوبات أفريكا اللي بعد كده اللي حصلت وفي 2019 برضو كان المطلوبة أفريكا موجودة كانت ما المأسورة طبعاً حددك عارفها مأسورة وكلها سريعاً تعال تحرك بقى جاهز للرد على أسئلة المشاهدين والإعلاميين والرياضيين والمسؤولين والأندية جاهز؟ جاهز للمحايدين أنا محايد تمام يعني أوعدك أن أنا هكون محايد لا أنا متأكد هنجل لك وبهات نظر أنا متأكد ونتناقش مع بعض فيه تمام أنا هبدأ بس لغايم هنطلع كده مع بعض عن نقطة اللاعب الكرة عامر حسين لأنه في ناس في خلال الفترة اللي فاتت أحياناً مع الوقت ومع عدم قراءة السيرة الذاتية بيروحوا وسائلين هو عامر حسين ليه في الكرة أصلاً هو بناءاً عليه برئيس لجنة مسابقات من 2010 ل2024 باستثناءات صغيرة في السنين يعني عامر حسين اللاعب بدأ إزاي لعب فين لحد ما لعب في الكروم اعتزل إمتى حكي لنا كده عن اللاعب عامر حسين يعني هو للأسف الناس عاملوني على إن أنا موظف في مكتب ومليت في الكرة خارس داخيل على الكرة بس هم لو سألوا الناس القديمة اللي هو قريبة داي كابتن شاحتها ربنا يشفي إن شاء الله ويدعواتكم طبعاً كابتن شاحتها وكابتن طلعت يوسف لعبت معاه وبعدين بقى مدربي وراحت لعبت معاه مباراتين في نادي رشيد بعد ما بطلت لأنه كان أول تجربة للكابتن طلعت مع نادي رشيد كان قابلين لمسك كابتن محمود بكر فكابتن محمود بكر اللي رحمه فكان هو زكي جداً ودمه خفيف فقال للكابتن طلعت إنت لم تبدأش تبقى مدير فني تعال خد مكاني فين في رشيد رشيد كانت مهددة بالهوت ومواقبها صعب جداً فالكابتن طلعت فجئت بعد ما بطلت هو ما إحنا كنا نفس الشارع وفي جليم وبنلعب مع بعض في الشارع وبنلعب مع بعض في المنتزى وكان مع أخواتي كانوا في نادي الاتحاد اتنين كانوا رعيبة كويسة قوي في نادي الاتحاد ده سبب أنك مروحتش لعبت في الاتحاد؟ ها كان من دين الأسباب من دايما بتبقى شخصيتم وبيحبش حد يمسك علي أن أنا موجود في حتة عشان خطر فلان يا نها ربيد ده لاحقاً دلوقتي كل مصر بتتكلم على أن أنت بتحرك البازل بقراراتك لوحدك أنا ما عنديش للعمر ما عنديش الحتة ديت فأنا بتجهت لل إيه ده ولا عبد الرحمن عمر بياخد جيزة رجل للمباراة علشان ابن عمر حسين؟ إذا لو في حد أقل منه 10% أديع للحدي ده إنما هو لو متفوق قوي وما فيش حد يبقى هو ياخد هو خدم مرتين السنة دي مش كده مرة كان في آخر الموسم ومرة كان في ماتش فيوتشر مرة جاب هذا في المباراة الوحيد كان سلاميكا وماتش كان في مباراة فيوتشا في الأواخر ماتش فيوتشر ده حصل مشكلة فعلاً مع الكابتن محمد صديق لأنه سخر من فكرة أن ابن رئيس لجنة المسابقات يكسب الجائزة كابتن محمد صديق مدرب فيوتشر وقتها لا هذا المرائب اللي كتب كتب بي سعيد طبعاً ما هي مجاملات هو معدي من دام المرائب يعني فقط يعني إنما جابت أن محمد صديق طبعاً يعني شخصية كويسة إنما هو كان تتحسب إيه؟ إنما هو كان الجواء سلوك غير رياضي يعني ما سلوك غير رياضي كابتن عمر سلوك غير رياضي أي حاجة فيها حاجة غلط